مرصد أجال الأداء يعقد اجتماعه الرابع ويصادق على إدخال تعديل على القانون رقم 49-95 يتعلق بأجال الأداء وينص خصوصاً على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز أجال أدائها الأجال القانونية كي ينوح تحسن ملموس فيما يخص كل ما يتعلق بالعلاقة ما بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فيما يخص أجال الأداء بحيث تم تقليص هذا الأجال تقليل من 50% من 60 يوم إلى 40 يوم المعدل الاجتماع شكل مناسبة لتقييم تطور أجال الأداء خلال الأشهر الأخيرة سواء ما يتعلق بأداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وبأجال الأداء بين المقاولات أجال الأداء يعد إشكالية كبرى بالنسبة للمقاولات المغربية والسيم الصغر والمتوسطة والوضع تفقم مع الأزمة الصحية هذا الاجتماع ركز على ضرورة وضع حلول سريعة وملموسة بهذا الخصوص المرصد صدق خلال هذا الاجتماع على التقرير السنوي الأول حول أجال الأداء الذي سهمت في إنجازه مختلف الأطراف الفاعلة ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية من خلال الخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآة العامة والخوصصة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنك المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي